برعاية نقيب المحامين الأستاذ مازن رشدات أعقدت جمعية الشابات المسيحية في مقرها بعمان بالتعاون مع مبادرة محاميات نحو التغيير حلقة نقاشية بعنوان قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين واقعا وتحديات وخلال الجلسة التي حضرها عدد من الوزراء السابقين والنواب ورجال الدين تحدثت مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية الدكتور عبير دبابني عن الأحوال الشخصية للمسيحيين وضمانات المحاكمات العادلة وحقوق المرأة وتناول النائب القضاء العام الإرشمندريت بسام شحتيت حقوق المسيحيين واجباتهم في الأردن والبلاد العربية بحسب قوانين الأحوال الشخصية والعيش المشترك كما تحدث المحامين زار الديات عن واقع وتحديات قانون الأحوال الشخصية وقانون مجالس الكنائس المسيحية وفي ختام الجلسة دار حوار إيجابي وبناء